السلام عليكم ورحمة الله وبركاته معكم اخوكم وحبيبكم ايهاب الصرفاندي من قناة ايهاب تيفي كيف حالكم ان شاء الله بخير ان شاء الله مبسوطين. تم بشكل رسمي الاعلان عن واجهة شاومي 13 انه سيتم الاعلان عنها في اللي هو 28 اي غدا. وسلسلة وعائلة شاومي 12 و 12 برو العائلة اللي حكينا عنها قبل هيك. اللي جاي بمعالج جديد من سناب دراجون تمانية جن ون. هذا المعالج ده اول مرة بنحط على اجهزة شاومي هتحطه على الجهاز الجديد. وبالتالي الواجهة هذه واجهة 13 هيتم الاعلان عنها. وهيتم الاعلان عن ساعة جديدة. ساعة شاومي جديدة. اس وان. واتش اس وان. هذه هتكون ساعة مميزة. يعني هتكون مواصفاتها من مواصفات الساعات المميزة لدى شاومي. وواجهة 13 هيتم الاعلان عنها. واجهة 13 باد. ايش يعني 13 باد? اللي هو واجهة الايبادات. الايبادات بجيها واجهة اسمها ام اي اي اي. 13 باد. بيقول لك انه هذه الواجهة اصبحت الان سلسة جدا. ولا يوجد فجوات بين التطبيقات. ولا يوجد فجوات في الشاشة. ولا يوجد لاجات وسلسة جدا. وتتحمل افضل 3000 تطبيق. تصور. انه بقول لك انه هذه الواجهة تتحمل افضل 3000 تطبيق. يعني الان اصبحت واجهة ام اي 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 13 باد. اسلس واصفة وانقى واوضح لاجهزة اللوحي. وتم تسريب بعض الصور والفيديوهات لجهاز شاومي 12 برو وشاومي 12. وتم تسريب بعض المواصفات زي مواصفات اللي هو الكاميرا السيلفي 12 32 ميجا بيكسل. بيعطيك يعني جودة ممتازة بالنسبة للصورة. تعتبر يعني كصورة حقيقية. وصورة واضحة الاضاءة. وواضحة الملامح الى الطبيعة اكتر. سنسور الكاميرا الاساسية في ال 12 برو. سنسور سوني اي ام اكس سبعمية وسبعة. وكان في صورة الصورة في الوضع الليلي. كانت صورة رائعة جدا من ناحية التصوير الليلي. وفخامة هذه او هذا السنسور وهذه الكاميرا. ننتظر غدا بإذن الله. الاعلان عن الواجهة. والاعلان عن السلسلة الجديدة. وانتظرونا بفيديوهات اخرى. وانتظرونا بما هو جديد. ونلتقي في فيديو جديد. وخلينا الآن نشوف بعض الفيديوهات والصور. وبخصوص سلسلة شاومي 12. اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة